والله يا دكتور انا عزيزة اللحظة ان انا افتكرت كلام صلاح جهين هو بيقول ملاعب خضرة تمثيل رخام عالترعى و اوبرا لما قالي الكلام ده في بداية الستينات في بداية النهضة انا اللي روحت شفته هناك انا ما كنتش مصدق نفسي اللي دي احياء منقول لها ناس كانت عايشة في الدويقة وناشة عايشة في الزلزال والاجمل بقى ان هناك سبع احياء زي دول بتبانوا دلوقتي في اسكندرية وفي الاقصر وفي كمية المناطق العشوائية اللي كلنا عارفين ان الارهاب والتطرف وكله بيجي من هزي المناطق العشوائية يقول لك اللي ما يشوف بالغربة الاعمى اللي ما يشوفش بالغربة يبقى اعمى يعني كل اللي شوفش الحاجة دي بقى مظهر لا مع عشان كده فاندم انا برضو يعني انا برضو هزي 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 الحي الرائع تم افتتاحه الرئيس افتتاحه فالاعلام انت عارف ما بيبقى الرئيس موجود الاعلام كله يروح الرئيس يروح في حتة تانية ينسو هذا الحي يعني الحي ده ليه ما بنواليش بنعمل عليه احتمامات وما هو ده وجه مشرق لانجاز تم في سنتين ورائع ولم يعقع على فكرة ده ما حصلش في مصر من تلاتين اربعين سنة حصل في سنتين حددك تقدر تقول لي من اكثر الحكام يعني مش عايزين نقول يعني اكثرهم قربا الى الناس في التاريخ واقترهم بعدا عن الناس برضو في التاريخ التاريخ الحديث نقدر نقول ان كان من اقربهم قربا الى الناس محمد علي باشر تمام وعشان كده قامت عليه الدول الكبيرة الشريرة دي وخصوصا ان هو هزمهم بعد توليه يعني مصر بسنتين يعني هو الف تمامية وخمسة الف تمامية وسبعة هزمهم حاملة فريزر حاملة فريزر فطبعا هما مش ناسين هدي عشان كده استنوا لغاية ما جابوا الخائن الخديوي توفيق وهو اللي دخلهم مصر يعني الف تمامية وثمانية وثمانية الاستدانة ثم ال انما كان قريب جدا لان الاول مرة منذ 2500 سنة احتلال وكان اسواقهم هو الاحتلال العثماني اه فيجي محمد علي باشر لاول مرة يخلي الجيش فيه مصري اه يعمل جيش يعمل جيش اه وجيش ايه بقى يعني بعد ما مصر دي كانت مفيش جيش كان في الاستانة اه وصل لغاية الدولة نفسها 1830 1830 اه طب متلازمة بتخضرني دايما كل ما يبقى فيه محاولة للنهضة الدول الكبيرة الشريرة الدول الكبيرة ويبقى الجيش فيها اه يعني يعني